انا بنتك عندي 28 سنة وبشتغل والدي والديتي متوفين وخبرتي قليلة لاني مش بتاع نتعرف او اصاحب ولاد عشان حكم تربية اه والحكم تربية كنستي ليه زميل في الشغل فضل يرسلني عن نت وبتكلم معاه وانا حسيت ان ما يلالي وطلب مني ان يقابلني فقلت الاختي هروح قابله ممكن يكون ارتباط وانا مستعدة الاختي قالت لي هتروح يتقابله بصفة ايه كان اعتقادي انه ممكن يكون عايز يتقرب ويتعرف وعايز يقرب من الاول فانزلت بعد الحاح مني الاختي الكبيرة انها هتوافق وعدنا نتكلم كلام عام خالص وظروفه وشغله طموحه وكلام من ده وانا كنت مرتاحة وحسيت انه خلاص مرة واحدة ابونا قفل النت ومش بشوفه بعد ما كان بيجي يعمل حجة الشغل عشان يقابلني ما بقودش يشوفه في الشغل خالص هل انا يا ابونا غلط هل انا حس اني واخدة قلم على وشي هل انا اللي غلطانة عشان توقعاتي عالية ازاي اتصرف حاجة زي كده في المواضيع دي بص يا بنت انت قلت انك انت بلا خبرة وتربيتك تربية يعني خاصة انها محافظة شوية وكنت مترددة وضغطي اختك ده ملخص اللي انت قلتين من فضلك مدام انت بلا خبرة احلى ما في الكنيسة الابطية الابوة احلى ما في الكنيسة الابطية الابوة فانتي تخليكي مع ابونا وتقولي له فيه كذا كذا ممكن حتى ابونا عشان عارف ان بابا وماما متوفيين يبادر ويكلمه ويقول له يا ابني بنتي انت طلبتك منها هل بغرض حاجة جده ولا صدقه بس لان لو صدقه بس بنتي مش هتقابل على كده هو لما هيلاقي فيه ابونا في الموضوع هيبان لو الراجل ده جد هيحترمي جدا انك مش واحدة بتخرج لمجرد واحدة اللي هيخرجي ولو مش جد هيعمل زي الفار هيدور على جحر يستخبى فيه ويلم ديله حواليه ومش هتشوفيه تاني فصدري حد يبقى في ظهرك يا بنتي وانا ارشح اب اعترافك